فقرات الساعة الثانية مشاهدين يحتفل العالم في العشرين من نوفمبر سنويا باليوم الدولي للطفل في محاولة لتعزيز الترابط الدولي والتوعية بين الأطفال في مختلف مناطق العالم وتحسين مستوى معيشتهم طبعا الأمم المتحدة أصدرت بعض البيانات ووفقا لها فإن اليوم العالمي للطفل هي مناسبة توقظ ضمير العالم للدفاع عن حقوق الأطفال من خلال الحوار وتبني إجراءات من أجل عالم أفضل لهم تفاصيل أكثر حول هذه المناسبة تحدثنا ضيفتنا من عمان غدا أبو الروس استشارية الحماية والتعليم في مؤسسة تنقاذ الطفل أهلا وسهلا صباح الخير سيدة غادة يا غادة أنت سمعانا يبدو أنه سيدة غادة ما وصلها طبعا الصوت حتى يتم تأمين الاتصال مرة أخرى بالسيدة غادة لغادة يمكن نتحدث عن موضوع الطفل وعن مستوى ومستوى معيشته بالأخص في الوطن العربي اتفاقيات منذ خمسينيات القرن الماضي واتفاقية حقوق الطفل في عام تسعة وثمانين هل حققت نتائج؟ هل واقع الطفل العربي الآن أفضل؟ هذا ما رح نتعرف عليه من خلال ضيفتنا طبعا من عمان عادت إلينا الأستاذة غادة أبو الروس أستاذة غادة صباح الخير يا غادة صباح الخير صباح الخير يا وان صباح الخير عمي أهلا بك معنا بيومي جديد يعني غادة من خلال عملك في مجال حقوق الطفل كيف بترصدي واقع الطفل العربي اليوم؟ يعني بشكل أو بآخر وبغض النظر عن الجهود التي تبذلها الحكومات والدول والهيئات الوطنية والدولية لتحسين وضع الطفل في العالم العيبي لكن ما زال الطفل يعيش ظروف صعبة بسبب أنه هو عم بيكون الحلقة الضعيفة بالعادة في المناطق النزاع بسبب الظروف الاقتصادية التي تعاني منها الأسرة بالعموم بسبب الفقر بسبب البطالة وللأسف عم بيكون هو المتأثر الأول بالظروف التي تعيشها الأسرة بيفقد حقه بالخدمات الأساسية للأسف أهمها طبعا التعليم، الخدمات الصحية، حقه في اللعب نعم وبجدر الذكر أنه حتى لو كانت الدول موقعة على اتفاقية حقوق الطفل زي مثلا الأردن وقعت عليها بعام 1991 لكن ما زالت الأوضاع التي يعيشها الأطفال بالعموم صعبة ليس فقط في الأردن، لكن في العالم العيبي بالعموم طيب، إذن ما فائدة هذه الأيام أو هذه الاتفاقيات سيدتي الفاضلة في حال لم تحقق أهدافها؟ يعني لماذا لم يتغير واقع الطفل؟ اتفاقية يوم العالمي للطفل، الأمم المتحدة وضعتها في خمسينيات القرن الماضي اتفاقية حقوق الطفل تم توقيعها في عام 1989، يعني سنوات طويلة لماذا لم يتحقق شيء؟ لماذا لم ننهض بواقع الطفل، لا سيما العربي؟ لم ننهض بواقع الطفل لسبب بسيط، لأن الظروف السياسية التي تهز الأسر وتهز المجتمعات الأكثر ضعفاً والأكثر حاجة للخدمات، هي تكون متتالية يعني إذا بدنا نعطي مثال الأردن، الأردن استقبلت هجرات مختلفة في الأعوام خلينا نقول لـ 20 الماضية، أكثر حتى الـ 25 الماضية، ولهذا السبب كلما كان فيه استراتيجية وطنية للنهوض بالخدمات التعليمية والصحية وغيرها من خدمات، يصبح هناك انتكاسة بالوضع الاقتصادي فبالتالي الأول الخدمات التي تتأثر هي الخدمات المواجهة للأسر والتي يجب أن يكون فيها للأسر بالإنجليزي أكسس أو قدرة على الوصول لها بسهولة وللأسف، يكون الواقع كثير صعب إذا نطلع على نسبة التسرب بين الأطفال، تكون ليست قليلة في الوطن العربي خصوصا بمرحلة المراهقة التي هي صف السادس أو عمر 13 أو 14 سنة ولحد سن السادس 16 عام، قبل التحاقهم بالمرحلة الثانوية أو الدراسة العليا وبالتحقوا بسوق العمل بالمقابل الفتيات بسبب الفقر أكيد يجلسوا بالمنازل طبعا بسبب ليس فقط الفقر هو سبب جلوسهم بالمنازل لكن أيضا في أسباب أخرى وبالمقابل بلجأوا الأهل في بعض الأحيان لتزويجهم وليس فقط هذا الحال في الأردن، لكن في دول عيبية كثيرة نعم هل الدول؟ يغدا بيحتفل العالم بكل من 20 الشهر نوفمبر سنويا بيوم الطفل، واحتفالية هذا العام بتيجي تزامنا مع ذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل هل هيكون هناك احتفاء خاص من قبل المنظمات المعنية بالطفل بهذا الحدث؟ نعم، نعم، وعادة الاحتفال بالاتفاقية بيكون فيه وسائل مهمة نركز عليها ونحاول أن ننشرها بين المجتمعات رسالتنا في العام هذا كمنظمات بتركز على موضوع أنه أول يوم لعمل والدي في المنزل الأول يوم يلتحق فيه والدي بالعمل هو أول يوم لالتحاقي فيه بالمدرسة وتركي لعملي وهذه هي أحد الرسائل التي نحاول أن نوصلها للأهالي وللمؤسسات المعنية في الأردن وذلك للتركيز على ضرورة إلحاق إيجاد وظائف عمل للأهالي ومحاربة بالتحديد البطالة وإيجاد خلينا نقول مسارات مهنية ومسارات عمل مناسبة للأسر تتناسب مع قدراتهم وأوضاعهم وظروفهم المعيشية الصعبة التي يعيشوها في المجتمعات التي على الأطراف وليس فقط في المدن هذه واحدة من الرسائل واحدة من الرسائل نركز على ضرورة إلحاق الأطفال بفرص التعليم للطفولة المبكرة وبالتحديد رياض الأطفال لأنه هلأ صفها رياض الأطفال في منتصف في العام القادم 2020 هو إلزامي للأطفال في سن لمرحلة التمهيد اللي هي بسن الخمس سنوات نعم فبما إنه إلزامي إحنا عم نشجع الأهل وعم نزيد ونرفع وعي الأهل ونرفع وعي المؤسسات القادرة على تقديم خدمات الرياض الأطفال على إنها تقدمها بأسر وقت ممكن وتجذب الأهالي إلها ويتم توفيها بجودة عالية وهذا يمكن يدفعنا إلى السؤال التالي إنه المسؤولية لا تقع فقط على الدول أو على مؤسسات معنية أو حكومات بالنسبة للاتفاقيات المسؤولية تقع أيضا على الأب، على الأم، على المدرس، على الطبيب، على المعامي، على كل أفراد المجتمع فياريت لو تحدثينا عن دور المجتمع في النهوض بواقع الطفل واسترجاع حقوق المسلوبة نعم، هلأ، واقع المجتمع صعب لكن المجتمع بمؤسساته عم بتكاتف وبالتحديد بالأردن بتنفيذ بيامج مختلفة من ضمنها طبعا جمعية إنقاذ الطفل في الأردن بتكاتف في تنفيذ عدة برامج من ضمنها برامج رعاية والدية لإكساب الأهل الممارسات الإيجابية تجاه أطفالهم والحد من العنف وبالتحديد العنف بكل أشكاله وليس بشكل محدد بتتكاتف المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني كمان لدمج الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الإعاقات في الخدمات المتاحة مع إنه التدابير الموجودة لحد هاي المرحلة تعتبر قاصرة للأسف والجهود ليست كافية يعني للأسف عم نركز كمان إحنا كمؤسسات مجتمع مدني مع اليونسيف على الإسراع بالتدابير اللي هي خلينا نقول ضد للحد من سلب الحريات للأحداث بالتحديد نعم منركز على زيادة الوعي في مجال الحد من تزويج الفتيات بسن مبكر وحد من عمل الأطفال بكل أشكاله غادة لو هنتكلم عن التنكيز نحاول نزيد فرص التعليم للطفولة المبكرة نعم نحاول تحسين جودة التعليم بالعموم سواء كان التعليم الأساسي أو التعليم الثانوي أكيد يعني لو هنتكلم عن وسائل الإعلام ودور وسائل الإعلام في تغيير الصورة النمطية للتعامل مع الأطفال وباختصار لو سمحتي نعم الإعلام يقع على عاطقه قضايا كثيرة الإعلام دوره أنه يساند الحكومة ويساند مؤسسات الدولية والوطنية بالرسائل اللي بتبثها مثلا بما يتعلق بالأسر الفاعلة وأهمية تحسين العلاقات الأسرية وإيجاد بيئة آمنة للطفل لتنشئته الإعلام يقع على عاطقه عبء كبير لأن العنف يبدأ من داخل المنزل العنف يبدأ من داخل المنزل بمعنى أن إذا كانت الظروف السياسية صعبة وعن يكون فيه لجوء بشكل أو بآخر هذا بيأثر على زعزع الديناميكيات لأسرة وبالتالي تعريض الطفل للعنف ففعليا الإعلام إذا ركز على أهمية إيجاد بيئة آمنة للطفل داخل أسرته إيجاد حوار وتفاعل بالأسرة وإيجاد بيئة آمنة للطفل ففعليا فيه شغلات كثيرة رح يقدر الأهالي يتمكنوا منها ويستوعبوها ويغيروا من أفكارهم واضح واضح وصلت الفكرة سيدة غادة أبو الروس استشارية الحماية والتعليم في مؤسسة إنقاذ طفل في الأردن كنت معانا ضيفة كريمة من عمان عبر الأقمار الصناعية شكرا جزيلا لكم